تهوي أو تكاد السياسة الخارجية الإسرائيلية التي يقود دفتها نتنيهو والتي تقول المعارضة إنها تضع إسرائيل في قطر في غضون 24 ساعة تصدرت أزمات رئيس الوزراء الإسرائيلي مع مصر وقطر والأردن عنوين وسائل الإعلام العبرية إذ يخشى الإسرائيليون وصف الدولة الفاشلة غير أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة لم يعجزهم التصريح بذلك في ذروة الأزمة الداخلية يكشف تسجيل مسرب لنتنيهو نواياه إزاء جهود الوسطاء وفق هيئة البث الإسرائيلية وجه نتنيهو في جلسة مغلقة انتقادات للوسطة القطرية مع حماس وعدم ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على قطر وهو ما دفع المتحدث باسم الخارجية القطرية لاعتبار التصريحات في حال ثبوتها بأنها غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ أرواح الأبرياء يمتد التخبط السياسي في الملفات الخارجية من قطر إلى مصر التي تواجه علاقات إسرائيل معها تحديات صعبة خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة تحديات يزيدها قلق مصر من تدفق الفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر الحدوث ومسألة استيطارة على محور فلادلفيا وبحسب إعلام عبري فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من نيتنياهو لم تتوقف أزمات نيتنياهو السياسية عند قطر ومصر وحدهما بل طالت الأردن كذلك على خلفية امتعاض نيتنياهو من تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفضي ضد الحرب ما دفعت الأبيب للتهديد بعدم تمديد اتفاقية المياه مقابل الكهرباء الموقعة مع عمان عام 2021 علاقات نيتنياهو بالمسؤولين الأمريكيين تشهد أيضا توترا كبيرا بسبب تعنته وتمسكه بالسمرار الحرب ما أوجد شعورا بالإحباط من نيتنياهو حتى لدى أصدقاء إسرائيل في الكونغرس بما في ذلك المشرعون الجمهوريون الذين يخشون من تأثره بالاعتبارات السياسية الضغط الداخلي الذي تمارسه عائلات المحتجزين على نيتنياهو وحكومته الذي بلغ ذروته والمتزامن مع بروز خلافات مع أقطاب الوساطة مع حماس وخلافات مع الشريك الاستراتيجي الولايات المتحدة جعلت جميعا من نيتنياهو أكثر اندفاعا في سياساته هروبا إلى الأمام من أزماته المتعاقبة عزيزة محمد نور ديراتي عربي ترجمة نانسي قنقر